بالتأكيد فقر الترند الترند فيها مجموعة من الأخبار الهمة جداً اللي جمهور الأهلي محتاج يتطمن بيها على أخبار النادي أخبار الفريق إيه اللي جاي خلال الفترة اللي جاي طبعاً بمئن مباراة الأهلي وأستاذ أبي جان هتكون موعدها يوم السلساء الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على أستاذ القاهرة الدولي فغداً إن شاء الله الساعة 2 تدور الاجتماع الفني لفريقي الأهلي وأستاذ أبي جان بوجود مراقبة المباراة وطاقم التحكيم الجابوني اللي هيدير هذا اللقاء في مقر النادي بالجزيرة هيكون الاجتماع الفني الساعة 2 تدور الاتفاق على كافة الترتيبات اللازمة الخاصة باللقاء الزي الخاص لكل فريق موعد وصول الفريقين إلى أستاذ القاهرة في إجراءات أمنية للاتحاد الإفريقي وضحك دوابط لدور أبطال إفريقيا في الفترة اللي جاية فكل ده هيتنفذ من خلال الإرشادات اللي هتتم بقر بإذن الله في الاجتماع الفني كمان بقر إن شاء الله المؤتمر الصحفي لفريق النادي الآن لا يكون المؤتمر الساعة 12 ونص في قاعة المؤتمرات الصحفية في أستاذ القاهرة إلا الدولي بحضور مرسل كولر المدير الفني لفريق النادي الآلي وكمان أحد لاعبي الفريق اللي بيتم اختيارهم من قبل الجهاز الفني عشان يتواجد في المؤتمر الصحفي للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بدور أبطال إفريقيا وهذه المواجهة الهمة جدا لفريق النادي الآلي فبقر المؤتمر الصحفي يكون الساعة 12 ونص في قاعة المؤتمرات الصحفية في أستاذ القاهرة الدولي طيب أكيد في ظل التعادل الأخير مع الاتحاد السكندري ناس كتيرة بتسأل هل كولر ممكن يجري تعديلات وتغييرات على التشكيل بالطبع في ظل غياب وسام أبو علي ممكن بعد الأداء اللي ظهر به الفريق في لقاء الاتحاد السكندري يبدأ مرسل كولر بطاهر محمد طاهر في مركز رأس الحربة شناوي بالتأكيد مستمر في حراسة المرمة خط الدفاع ممكن تلاقي ياسر إبراهيم ما كان خالد عبد الفتاح فبذلوات بتتكلم على تعديلين وارد جدا يجريهم مرسل كولر خالد عبد الفتاح ما يبدأش يبدأ بياسر إبراهيم اللي النهاردة كان متواجد وتطمن عليه في المران الجماعي عمر كمال عبد الواحد موجود كمان هل ممكن يدخل أقرم توفيفي في نص الملعب أم لا ولكن مؤكد أن مران عطية هيكون موجود في التشكيلة الأساسية جهاز الفني فضل أن يرياحه مطش الاتحاد رغم أن كان موجود معاه على دكة البودلاء ولكن فضل أنه ما يبدأش بيه اللقاء وما يلعبش مطش الاتحاد عشان يكون جاهز على مباراة استاد أبي جان فيه إمكانية لو بدأت بطاهر رأس حربة يدخل بير سيتاو مع حسين الشحات من بداية اللقاء فوارد جداً نشوف تعديلات على تشكيلة الأهلي في مباراة استاد أبي جان ترجمة نانسي قنقر